عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا موسعا بشأن المتابعة المستمرة لموقف الأسواق وأسعار السلع في ظل ما لوحد من وجود تفاوت في الأسعار وارتفاعات غير مبررة في بعض الأحيان وأوضح مدبولي أن هناك تكليفات واضحة لكافة الأجهزة الرقابية بالتوافق بشأن مهلة محددة سيتم بعدها المرور الدوري والتعامل على الفور مع أي منفذ بيع لا يلتزم بإعلان أسعار السلع أو يغالي في أسعارها وكذلك يقوم بحك بالسلع وإخفائها عن المواطنين مؤكدا أن الأجهزة لديها تكليفات بإغلاق منفذ البيع ومصادرات السلع التي يعرضها وإعادة بيعها لصالح المواطنين أضاف رئيس الوزراء أن الحكومة أعلنت أسعارا عادلة للأرز كسلعة استراتيجية إلا أن البعض ما زال يخفي هذه السلعة وأكدا أنه لن يتم السماح بذلك وأن الأجهزة الرقبية ستتعامل بحسم مع كل من يخزن هذه السلعة وغيرها ويخفيها عن المواطنين خاصة أن الدولة لديها إحصاءات رسمية تثبت أن إنتاجها من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي ويزيد